بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند بالتأكيد حلقة مهمة جدا اللي نحن داخلين في مراحل حاسمة خلال الفترة اللي جاية عندنا مباراة بكرة مع غزل المحلة والفترة الحالية بالتأكيد أنت بتسع للفوز بالسلاس نقاط في ظل تغيير جهاز فني حالة جهد كبيرة لدى عدد كبير من اللاعبين إصابات عديدة بتضرب الفري في الفترة الحالية وفي نفس الوقت بتسع عليه الصدارة وعندك ثلاث مباريات مؤجلة خلال الفترة اللي جاية خلاص المشوار الإفريقي أفناه ده على المستوى الفني على المستوى الإداري لسه بالتأكيد النادي نكمل في الملف ده لأن فيه تفاصيل مهمة كمان النهاردة هنتكلم عليها بخصوص الملف الإفريقي لكن بالنسبة للملف المحلي بالطبع الفترة اللي جاية محتاجة تركيز محتاجة هدوء محتاجة حصد النقاط في الفترة اللي جاية من أجل الصدارة خاصة مع قرب تحديد موعد إرسال أسماء الأندية اللي هتشارك في البطولات الإفريقية خلال الفترة اللي جاية حالة النهاردة فيها كلام مهم جداً وكلام هنتكلم على ملف التحكيم المصري في الفترة اللي جاية وعندنا مفاجآت مهمة جداً في هذا الملف لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم ودائماً كده بنحب نسخى بسرعة مع كل المشاهدين ونشاركهم معنا في حلقة النهاردة حلقة النهاردة والسؤال توقعاتكم لتشكيل الأهلي في مباراة غزل المحلة في الدوري غداً مباراة بكرة إن شاء الله الساعة التاسعة ونص مساء على استاد الأهلي والسلام فعايز أعرف رأي حضراتكم في تشكيل الأهلي وتوقعاتكم للتشكيل اللي ممكن يلعب بي الكابتن سامي أمصان مباراة الغد أمام غزل المحلة شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أراء ومشاركات حضرتكم لكن بسرعة نروح لأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يختتم تدريباته استعداداً لمباراة المحلة وفي الترند المحلي صدام بين اتحاد القرى ولجنة الحكام بسبب الخرير الأجنبي وفي الترند العالمي ما نيه؟ يخضع للكشف الطبي في بايرني ميونيخ تفاصيل كتير النهاردة في حلقة اليوم من برنامج الترند لكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لفقرة ترند الترند اللي بتأكيد فيها أبرز الأخبار والمعلومات والكواليس اللي ما اسمعتهاش في أي حتة هتسمعها النهاردة معنا في فقرة ترند الترند أعلم بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند طبعاً الناس كلها مستغربة من المبارح في تصريحات خرج بها الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وتقييمه لطاقم التحكيم الأسباني الأدار مباراة القمة بين الزمالك والأهل أو الأهل والزمالك واللي انتهت بالتعادل الإيجابي اتنين اتنين وكمان تعليقه على فكرة قرار اتحاد الكورة بالتعاقد مع خبير أجنبي لتطوير منظومة التحكيم المصري خلال الفترة اللي جاية أنا مش هتكلم في مواقف شخصية أو هتكلم على تصرحات الكابتن عصام عبد الفتاح على شخصه أنا هتكلم على طريق إدارته لللجنة والمعلومات اللي بيطلع يقولها للسادة المشاهدين ولمقدم البرامج ومحدش بيراجعوا وهطلع هتكلم كمان على جزئية ليه علاقة ليه الكابتن عصام دايماً لما بيطلع يتكلم ببيتكلمش غير على الأخطاء اللي بتتحسب لصالح النادي الأهلي عايز أفهمها يعني أنا هبقى مؤمن جداً بتصرحات رئيس لجنة الحكام لما يطلع يتكلم بشكل عام على كل الأخطاء التحكمية اللي بتحصل مع الأندية لكن من أول ما تولى المسئولية في الفترة الأخيرة على مدار السنة اللي فاتت تحديداً كل تصرحاته إن الأهلي استفاد بخطأ تحكيمي لا عمره طلع يتكلم على خطأ تحكيمي ضد الأهلي ولا تكلم على خطأ تحكيمي ضد الإسماعيلي ولا تكلم على خطأ تحكيمي ضد بيراميدز ولا فيوتشر وغيره وغيره من الأندية ما عندوش غير هومورك واحد بس واجب واحد هو اللي بيقوم بي يطلع يدافع عن الحكام في كل الأخطاء التحكمية الفجة اللي بتحصل ضد الأهلي وبيدافع عنهم وقال لنا روح وقال لنا بروتوكول وروح البرتوكول وقال حاجات مش موجودة أصلاً في القانون ومخالفة لفكرة أنك تبقى محاضر دولي وإفريقي وما بين قصين عند محاضر دي هرجع لها لأن فيها مفاجأة الناس النهاردة هتسمحها الأول مرة وهو نفسه هيستغرب وأنا بقول معلومة تخص الكابتن عصام هو محاضر ولا مش محاضر لأنه هو اللي فتح الجزئية دي مبارح لما تكلم على الخابير الأجناب اللي هيجي لازم يبقى محاضر هو ينفع لواء يشتغل تحت ملازم ما دي التصرحات اللي قالها مبارح لكن قبل ما خدش في التفاصيل دي هو أتكلم مبارح على ضربة جزاء وقال ضرب جزاء طيب قبل ما أدخل للتصرحات دي يعني هرجع بس الجزئية ركلة الجزاء اللي قالها مبارح كل الحكام اللي بيفهموا في القانون طلعوا مبارح حللوا ركلة الجزاء مبارح وأول مبارح وقالوا ركلة الجزاء مش موجودة الكل بلا استثناء الكل بلا استثناء يمكن الكابتن أحمد الشناوي كان ليه وجهة نظر مختلفة داخل الاستوديو لكن على حد معلوماتي إن قبل ما يدخل الاستوديو وبيتكلم مع الزملاء المحللين قال إن الكورة ما تتحسبش لا ما تتحسبش ركل الجزاء لكن ما علينا كابتن عصام امبرح طلع بيقول الحكم الأجنب ياخد سبعة ونص من عشر رغم إن الكل بلا استثناء جمال الشريف كابتن ناصر عباس كابتن ساميرا عثمان كابتن ياسر عبد الرقوف حتى الخبير الأجنبك لاتنبرج كله تكلم قال إن ما فيش أي ركل الجزاء حتى الكابتن ياسر عبد الرقوف قال ما فيش ركل الجزاء مباشرة قال كده ما فيش ركل الجزاء لكن كابتن عصام عايز يقول لا والحاكم الأجناب اللي أنا جبته لكه برضو ما كانش كويس قال يعني المنظومة اللي أنت بتديرها هي اللي شغالة كويس لا الحاكم يستحق عشر على عشر هو حد حس بالحاكم هو حد حس إن فيه فار أصلا حاكم مميز جدا بس المشكلة عندك أنت كابتن عصام إن أنت دايما بتطلع تتكلم على الأخطاء اللي بتبقى لصالح الأهلي مش ضد الأهلي وهنا مليون علامة استفهام ووجه سؤال الاتحاد الكورة أعتقد بعد تصرحات عصام عبد الفتاح مبارح ضد الحالات التحكمية اللي ممكن تكون في صالح النادي الأهلي أعتقد كده بانت الرؤية هو اتجاهاته إيه القاضي لما بيقعد على المنصة وبيقول رأيه في قرار أعتقد القاضي بيتنحى هل عصام عبد الفتاح سيتنحى بعد ما طلع للمرة التانية أو التالتة خلال هذا الموسم بيؤكد على لعبة تحكمية ضد الأهلي رغم أن في كل خروجاته في الفترة الأخيرة وكل تصرحاته بينفي أي خطأ تحكيمي لأي حكم لصالح الأهلي في الفترة الأخيرة حتى الكورة اللي اتقررت في مطش القمة واللي بسببها تلغى هدف للأهلي في الدوري من الكابتن أمين عمر والكابتن محمد ميدو سلامة حصلت زيها في مطش القمة ومع ذلك الطاقم الأسبان ما خدش بالقرار اللي قاله الكابتن عصام ولا قال لك فيه روح بروتوكول بل بالعقس قانونا الكورة هدف لأن جون الزمالك اللي جي في الأهلي لو هناخد بروح البرتوكول تبقى لتصرحات رئيس اللجنة في مصر كان يتلغي لأنك لغيت نفس الهدف ده في مباراة للأهلي في الدور العام وقلت روح البرتوكول بتقول كذا دي جزئية متعلقة اللي احنا لازم نركز ليه عصام عبد الفتاح دايما بيطلع يصرح ويقول أن الأخطاء اللي بتحسب لصالح الأهلي ده خطأ تحكيمي رغم أن كل الأخطاء التحكمية اللي بتبقى ضد الأهلي ما بيطلعش يتكلم بل بالعكس بيطلع يدافع عن الخطأ ويقول لك روح البرتوكول وروح القانون ومدت الاحتواء وقال كلام كتير قوي بصراحة يعني قد مبرر للحكام في مصر أن هي تكمل فشلها اللي موجود من أول الموسم لأن الحكام في مصر كويسين لكن الرئيس اللجنة بطريقة إدارته هو اللي وصل الحكام للمستوى ده واسأله الحكام الدوليين هيقولولك احنا وصلنا للمستوى ده بسبب إدارة عصام عبد الفتاح طيب دي جزئية الجزئية التانية وركزوا معايا بقى في الكلام اللي جاي لأن الكلام هايبقى فيه مفاجآت الكابت العصام المبارح طلع قال وفي تصرحات صوت وصورة كيف للوى أن يتلقى تعليمات من ملازم أنا خبير تحكيمي ومحاضر بالاتحاد الدولي فيفا أما الحكام الإنجليزي كليتنبرج فلم يصبق له التحكيم في المونديال وقال إنه هو مش خبير ولا محاضر دولي ولا محاضر في الفيفا ولا حكم في كاس عالم ولا الكلام ده كله قال كمان وفي تصرحاته تجربة الخبير الأجنبي ستفشل في مصر والحكم الإنجليزي مارك كليتنبرج لن يضيف شيء للتحكيم المصري طيب نرجع بقى كده ونركز في الكلام اللي جيدة يعني أنت يا كابت العصام بتقول إن الحكم اللي هيجي يطور ويكون خبير ويرأس اللجنة لازم يكون محاضر دولي أو محاضر إفريقي أنا معاك والله مش هختلف معاك طبعا ما هنتعجيب حكم لك خبير ولا محاضر في الفيفا سيبك من كاس العالم يعني لو هنكلم عن كاس العالم إحنا ما عندناش في مصر حد مصر في الفيفا أو في كاس العالم إلا جمال الغندور بصراحة راح حكم اتنين كاس عالم راح حكم في اليورو وده ما حصلش خالص مع أي حكم مصري في السنوات الأخيرة حكم في كاس العالم لأدوار متقدمة ما راحش حكم كاس العالم مباراة ما لاش أي لازمة ورجع وما راحش تاني فبقى ليش قصة كاس العالم عشان لو فتحنا قصة كاس العالم مش هتبقى كويسة بالنسبة لك كابتن أصاب لكن نتكلم على المحاضر أنا معاك إن لازم الخابير اللي يجي لازم يكون محاضر طيب حضرتك لما تعينت رئيس لجنة الحكام في 18 يناير 2013 هل خدت كورس في الاتحاد الإفريقي عشان تبقى محاضر هل في 2013 لما رأست لجنة الحكام في مصر كنت محاضر في الكاف والفيفا هل وقت ما ترقصت في 2013 رئاسة لجنة الحكام في مصر هل كنت محاضر في الكاف والفيفا وهل كنت خبير خد المفاجأة لا كابتن أصام في 18 يناير 2013 كان حكم دولي السابق اعتزل لا كان خد كورس في الكاف ولا كان خد لقب محاضر في الكاف ولا الفيفا ولا خد أي دراسات الراجل اعتزل نزل انتخابات اتحاد الكورة بقى في مجلس جمال علام من 2012 إلى 2016 وجه في 28 18 يناير 2013 خد قرار أو خد المجلس قرار أنه يشرف على اللجنة ويكون رئيس لجنة الحكام هل عنده خبرات كمحاضر لا هل خد كورسات لا مين اللي كان قابل كابتن عصام كان سيادة اللواء عصام صيام عدو لجنة الحكام في الكاف كان وقتها عدو لجنة حكام في الاتحاد الافريقي ورئيس اللجنة لكن حضرتك لما مسكت لجنة حكام في مصر في 2013 لا كنت خبير ولا كنت محاضر في الكاف ولا كنت محاضر دولي ولا كان لك أي علاقة أصلا بالمحاضرات ولا كنت عدو لجنة حكام في الكاف فلما تطلع تتكلم على الخبير الأجنبي وتقول ما ينفعش لو أيشتغل مع ملازم ما انتحرك لما مسكت اللجنة كنت لسه خريج ما خدتش أي رضب أصلا يبقى إزاي بتتكلم على الخبير الأجنبي أنا مش عايز أتكلم لسه في الشق الخاص أنه هو بيعلق على قرار اتحاد الكورة يعني هو قرئيس لجنة مش عاجبه قرار اتحاد الكورة مش عاجبه قرار مجلس إدارة اتحاد الكورة ده دي كارسة لوحدها أن حد بيرأس لجنة وبيعمل عمل تنفيذي تحت إدارة استراتيجية لاتحاد الكورة ومش عاجبه القرار اللي خدوه دي جزئية تانية لكن أنا بأتكلم في فكرة أنا لو ما ينفعش أشتغل مع ملازم في 2013 حركة لما اشتغلت لا كنت محاضر ولا كنت خبير ولا خدت كورس حتى في الكاف طب إمتى خدت الكورس وإمتى رحت الاتحاد الافريقي ما نقص انت جيت ملعبي يعني انت لما دخلت على فكرة المحاضر في الكاف والفيفا انت جيت لملعبي أنا سألت الناس في الكاف كابتن عصام أول كورس وأول لقب محاضر خده كان عام 2016 بعد 3 سنين من رئاسته للجنة طب في 3 سنين دا انت بتشتغل بقى وماسك اللجنة بما انك لا خبير ولا محاضر كنت بتعمل ايه في ملف التحكيم ايه الخبرات اللي عندك اللي درت بيها ملف التحكيم في مصر وانت لا محاضر ولا خبير بل بالعكس اللي قابلك سيادة اللي واقع عصام صيام وقتها لما كان عوض لجنة حكام في الكاف اللي انت هاجمت وقتها عشان تيجي مكانه لما روحت اخذت كورس في الاتحاد الافريقي كان تحت اشراف لجنة الحكام اللي كان عوضوا فيها سيادة اللواء عصام صيام وقتها كلمت مين ومين اتدخل جوه الاتحاد الافريقي عشان تتبقى تاخد دراساتك جوه الاتحاد الافريقي عشان تبقى مؤهل وتبقى محاضر دولي او محاضر افريقي وقتها كان في اللجنة مجد شمس الدين كان عضو لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي السوداني الكابتن مجد شمس الدين وقتها كان المغربي هشام العمراني كان سكرتير العام الكاف أنا بتكلم في تواريخ وبتكلم في أسامي شخصيات كانت موجودة في الفترة الحالية وقلت وقتها لما خدت لقب محاضر خدته إمتى وكان مين بيشغل هذا العمل داخل الاتحاد الافريقي وبالتالي يا كابتن عصام لما تتكلم على الخبير الأجناب اللي هيجوا وتقول ما عندهش خبرات ما أنت حرك لما مسكت اللجنة ما كانش عندك خبرات دي جزئية تانية مهمة جدا وده كلام على فكر الناس أول مرة تسمعوا محدش كان يتخيل أن عصام عبد الفتاح لما مسك لجنة الحكام لكان خبير ولا محاضر في الكاف ولا محاضر في الفيفا ولا كان عضو لجنة حكام في الكاف لا هو دخل اللجنة بعد كده لما بقى عضو اكتحاد كورة وبقى رئيس لجنة حكام وساعتها اشتغل على فكرة النسيات اللي هو عصام صيام يخرج من لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقى وهو يدخل مكانه يعني الناس اللي ساعدته أنه هو يبقى موجود في الاتحاد الأفريقي مشاهم ودخل مكانهم ده التاريخ ده الهيستوري بتاع الشخص اللي بيتكلم على الخبرات والمحاضر الموجود في الكاف أو الفيفا طيب الجزاية الثالثة وده جزاية مهمة جدا هو ينفع الاتحاد أو مجلس إدارة الاتحاد ياخد قرار ويحط استراتيجية للتحكيم الفترة الجاية وتيجي أنت يا كتن عصام تقول بكل بساطة كده بكل بساطة أنا ضد هذا القرار يا فندم لو مش عاجبك القرار قدم استقاله وامشي لكن تعدل عن الناس في القرار اللي خدوه وتقول لأ القرار ده ما يصلحش ومن ده اللي يجي يشتغل ويبقى خبير علي لأنه راجل محاضر في الفيفا والكاف هو فيه محاضر بيقول احتواء ولا روح بروتوكول يا كتن عصام كتن عصام بعد تصرحتك مبارح ليس أمامك سوى قرار واحد إذا كنت تريد أن تحافظ على تاريخك كحكم داخل الملاعب المصرية أن تقدم استقالة في هذه اللحظات وإذا لم يتخذ اتحاد القرار هذا القرار في هذه اللحظات أعتقد ملف التحكيم في مصر يبقى عنده مشكلة كبيرة جدا لأن اتحاد القرار تم انتقاضه بشكل مباشر من رئيس اللجنة وقال هذا القرار قرار غريب جدا ولا أتفق معاه وما حدش استشارني ومش هشتغل وتكلم على الخبير الأجنبي اللي جاي رغم أن اللجنة لسه معلنتش مين هو الخبير بس تتكلم عليه الطريقة أعتقد يعني واضحة أن عصام عبد الفتاح لو كمل والرجل ده جاي احنا نشوف التحكيم رايح في مرحلة أسوأ من اللي احنا فيها اللهم بلغت اللهم فاشهد وكانت النهاردة مهم جدا أشرح للناس فكرة أنا محاضر أنا خبير يا فندم لا انت لما رقصت اللجنة أو ترقصت اللجنة لكنت محاضر ولكنت خبير ودخلت الاتحاد الافريقي بعد ثلاث سنين من رئاستك لللجنة عندي وراء كتير وعندي كلام كتير وعندي كمان جزئية مهمة بس مش هتكلم فيها دلوقتي لانك لما كنت موجود في لجنة الحكام وكنت مسؤول عن منطقة شمال افريقيا كنت بتشتغل في محاضرات مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب ليه كابتن عصام من سنة تم تقليل صلاحياتك وبقيت مسؤول عن منطقة شمال افريقيا للناطقين بالعربية والانجليزية ليه ما بقيتش مسؤول عن الناطقين باللغة الفرنسية ليه ما بتروحش الجزائر ليه ما بتتكلمش وبتدي محاضرات في المغرب ليه كابتن عصام اعتقد الملف ده لسه فيه تفاصيل تانية وعندي فيه ورق كتير جدا بس نكمل فيه بقرة اذا كان فيه رد لي النهاردة على الكلام اللي قلناه لانه ما كانش محاضر وبالتالي ميجي خبير هيطور ساعده انت تساعده لو هيطور انت تساعده وتنفس قرار اتحاد القورة لان ده مجلس دارة هو اللي خد القرار مش حضرتك هراجبت تشتغل في منصب تنفيذي مش في منصب يحط استراتيجية للتحكيم طيب دي جزئية الجزئية التانية متعلقة بالمشوار الافريقي للنادي الاهلي بالامس الاتحاد الافريقي حدد بشكل رسمي الاجندة خلال الفترة اللي جاية وعلى بركة الله يبدأ الاهل مشواره الافريقي ان شاء الله يوم 7 اكتوبر المقبل الناس كلها بتقول خلاص الملف الافريقي انتهى يعني حضر ازاي في الفترة اللي جاية طبعا الاهلي مصنف رقم واحد في القرى الافريقية في اول مباراة رسمية للاهلي هتبقى ان شاء الله يوم 7 اكتوبر 2022 مرحلة دور الـ 32 طبعا حصل تعديل على الاجندة الافريقية الفترة الجاية كان الدور التمهيدة ينطلق 12 اغسطس تم تأجيله لتسعة ستمبر دور الـ 32 كان تسعة تسعة هيتلعب سبعة اكتوبر ودور المجموعات هينطلق في شهر فبراير من 2023 طيب قدامكم دلوقتي على الشاشة هيتطلع خطاب ده لأول مرة بيتعرض على اي شاشة مصرية قدامكم على الشاشة الخطاب ده تم ارساله من الاتحاد الافريقي اول امس للاتحادات الاهلية بما فيها الاتحاد المصري هو خطاب واحد من ورقتين بس مليان تفاصيل كتيرة جدا بالنسبة لمرحلة الجاية اولا تم مد فترة تسجيل اسماء الاندية اللي هتشارك في دور ابطال افريقيا وكأس الكنفدرالية حتى واحد وتلاتين يوليو المقبل قدامكم على الشاشة ده الفقرة اللي بتتكلم انه في اجتماع تم يوم سبعتاشر ستة للجنة الاندية والمصابقات برئاسة الموريتاني احمد ولدي يحيا نايب رئيس الكاف وعضو المكتب التنفيذي واللي حدد فيها او اللجنة حددت ان مدت تسجيل اسماء الاندية حتى واحد وتلاتين سبعة كمان رحنا ليه الاجندة طيب مباريات افريقيا الفترة الجاية هتبقى ازاي اول حاجة مع التسجيل اللاعبين من واحد لخمستاشر تمانية ده التوقيت اللي هتسجل فيه اللاعبة اللي هتشارك في دوري ابطال افريقيا للموسم الافريقي القادم عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين من واحد لخمستاشر تمانية تسجل القيمة بدون غرامات القيمة اربعين لاعب ليك الحق انك تحط تسع على دكة البودلاء وليك الحق انك تستبدل خمسة خلال المباريات تبقى طبعا لقرار الايفاب والكاف نفذ هذا القرار وماشي بنفس الاطار اللي كان شغل فيه السنوات السابقة او السابقة طيب الدور التمهيدي الاول هيبدأ فيه تسعة تسعة الدور التمهيدي التاني لوه دور الاتنين وثلاثين هيبدأ يوم سبعة اكتوبر ملحة الكنفدرالية يوم اثنين حداشر القيد الشتوي فترة يناير بحد اقصعت اي سبع لعيبة في الفترة من واحد لواحد وثلاثين يناير عشرين تلاتة وعشرين دور المجموعات ينطلق امتى عشر اتنين الجولة الاولى سبعتاشر اتنين الجولة التانية اربعة وعشرين اتنين الجولة التالتة سبعة مارس الجولة الرابعة سبعتاشر مارس الجولة الخمسة واحد وثلاثين مارس الجولة السادسة دور التمانية زهاب واياب 21 إبريل 28 إبريل مرحلة الدور قبل النهائي 12-5-19-5 والمفجأة قدامكم على شاشة هي الفاينال في الفترة من 2 إلى 11 يونيوم طبعا جاء عند الكوارتر فاينال قال هوم أوي نفس الأمر عند السيمي فاينال قالك هوم أوي لكن في الفاينال لم يحدد أن المباراة ستقام بنظام الزهاب والإياب بمعنى أنها توصية من لجنة المسابقات والأندية أن المباراة النهائية تستمر كما هي مباراة واحدة هل هتفضل مباراة واحدة؟ 50-50 بمعنى ما هالجواب بيقول مباراة واحدة؟ لا طبقا للايحة الكاف المكتب التنفيذي ليه الحق في الاجتماع اللي جاي يعدل في هذا القرار ويخلي المباراة النهائية زهاب وإياب طب لو ما أدركش ده على جدول أعماله خلاص المباراة النهائية هتكون من لقاء واحد طبقا لهذا الخطاب المرسل بتاريخ 19-6 لكل الاتحادات بتحدد الأجندة مشاركة الأندية المباراة الجاية اعتبا إمتى؟ والفاينال هيكون في الفترة من 2 إلى 11 يونيو دي كل التفاصيل متعلقة بالمشوار الأفريقي إزاي هيتم إرسال أسماء الأندية؟ دي نخليها في وقت تاني اللي بالتأكيد محتاجة شرح كبير في ظل حالة البلبلة والضبابية الموجودة في شرح هذا الخطاب اللي تم إرساله أول أمس من الاتحاد الأفريقي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا كلام مهم جدا بخصوص الأهلي وإزاي بيستعد النادي الأهلي لمباراة غزل المحلة أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن تدريب النادي الأهلي والاستعداد بالنسبة لتدريبات النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية بالتأكيد مباراة مهمة جدا مباراة غزل المحلة بعد التعادل مع الزمالك في الدوري الفترة السابقة 2-2 وبالطبع خلال الساعات اللي جاية في استعداد قوي جدا لمباراة غزل المحلة في ظل بعد التعادل مع الزمالك محتاج السلاس نقاط ومحتاج تعمل فرق نقاط في الفترة الجاية في ظل كمان أن الأهلا عنده سلاس مباريات مؤجلة في الفترة الجاية لكن سريعا نروح إلى الزميل العزيز كريم أحمد من مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان نعرف منه آخر الأخبار والاستعدادات بالنسبة لمباراة تغزل المحلة والتدريب الأساسي الرئيسي هيكون بعد أقل من نصف ساعة بإذن الله مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك الزميل العزيز محمد سعيد كل التحليك والكل مشاهدين وكل جمهورنا جمهور العظيم جمهور النادي الأهلي طيب عايز أعرف منك بقى الأهلي إزاي بيستعد لمباراة المحلة بالتأكيد فيه اجتماعات تمت من الجهاز الفني التحضير لمباراة المحلة السلاس نقاط المباراة الجاية بالتأكيد يا كريم كلها مباراة كؤوس يعني لا تقبل القسمة على اثنين أو فيه مساحة لإهدار أي نقاط في الفترة اللي جاية بالتأكيد طبعا زميلي محمد مرحلة دقيقة جدا في تاريخ النادي الأهلي وتحديدا مع لعابة النادي الأهلي ضغط غير طبيعي الحقيقة فيها المباريات والتدريبات تعرف محمد طبعا بعد التعادل الأخير مع فريق نادي الزمالك تدريب النادي الأهلي ريكافر يوم ثم تدريب رئيسي ثم مباراة 48 ساعة بتلاقي مباراة فأمر صعب جدا الحقيقة على لعابة النادي الأهلي وضغط كبير لكن محتاجين كل المجهود ومحتاجين التضحيات الكبيرة من لعابة النادي الأهلي لدقة هذه المرحلة عندنا مبارات مهمة جدا سواء في بطولة الدور العام في بطولة الكاس فيمكن ده الحديث مع الكابتن ساعة عبد الحفيز والكابتن سامي ومصان القائم بعمل الموديل الفني اللي اكتب مع بلعابة النادي الأهلي أمس وأيضا كمان منتظرين نهاردة قبل المران يكون فيه اجتماع كالعادة طبعا والتأكيد على مرحلة التأكيد على المباريات أمور صعبة جدا الحقيقة وعندنا غيبات عديدة جدا محمد يعني يمكن لسه التدريب ما بدأش وعايزين نتطمن من خلال التدريب لأن فيه عدد من كبير جدا من العبين اشتاكت من الإجهاد اشتاكت من الإصابات لو بذكرهم معاك طبعا يعني مستمرة طبعا فيه التأهيل علي لطفي ومنعم طبعا وأيضا كمان أيمن أشرف اللي لسه منتظرين نشوفه حتى هذه اللحظة يكون متواجد أو لا معلول أيضا كمان بيشكي من إجهاد ينجي مستمرة فيه التأهيل حمدي فتح كمان اللي شعر بألام فيه الحوض لسه يكون فيه اختبار طب لي النهاردة قبل انطلاق المران أحمد عبدالقادر كمان شعر بالإيجاد خلال المباراة الماضية فيمكن صعوبة المباراة القادمة وتحديدة للمباراة المحلة في عدد الغيابات عارفين طبعا وأكيد كل اللي هيكون متواجد العيل بس شيرت النادي الأهل الحداشر اللي يكونوا متواجدين هيقدوا طبعا كل المطلوب منه ومزيادة لكن انت عارف محمد أما العدد بيكون كبير من الإصابات انت عندك ديكة لابد تكون الديكة فيها عدد من اللعبين يدار يكونوا حلول في المباراة فيارب ان شاء الله بإذن الله من خلال التدريب النهاردة نتطمن على كل اللعيبة اللي ذكرتها معاك محمد لأننا محتاجين كل اللعيبة كل اللعيبة الفترة اللي جاية هتقابل تلاحم كبير مباراة هتقابل احتكاكات مباراة غزل المحلة غدا هي مواراة بطولة بعيدا عن ترتيبهم وبعيدا طبعا عن الاخفقات طبعا بالنسبة لبطولة الدوري العام أو جادة لمسابقات بنسبة للمحلة لكن مباراة النادي الاهلي بالنسبة لكل الفرق بطولة فمحتاجة مجود كبير جدا من لعبة النادي الاهلي محتاجة مجود أيضا كمان أكبر من الكابتن سامي أمصان القام بعمال المدير الفني اللي بيقوم بدور كبير جدا مع الكابتن سايد عبدالحفيز بنأكد على هذا الأمر اللي هي مرحلة مهمة ومرحلة أكبر كمان ودورها أكبر للعيبة محمد يعني زي ما بنأكد على دور الجهاز الفني إلى المرحلة اللي جاء دي دورهم أكبر دور لعبة للنادي الأهلي الجمهور بيساند وبيتواجد في المدرجات وبيقازر وبيدعم لكن المنتظرين بازل موجود أكتر من لعبة من كده مستنين الروح منتظرين الشخصية فيارب إن شاء الله محمد تكون الأمور طيبة بالنسبة لفريق النادي الأهلي غدا في هذه المباراة مباراة المحلة لا يكون على أستاذ الأهلي والسلام فيها التسعة والنصف يارب إن شاء الله كل الأمور والمناخ والظروف تكون مع فريق النادي الأهلي ونقدر إن احنا نتخطى هذه المباراة بتلت نقاط عايزين نجمع نقاط الفترة اللي جاي بإذن الله عشان يكون تركزنا بقى بشكل كبير جدا في بطولة الكاس وغيرها يا رب إن شاء الله محمد تكون الأمور طيبة لفريق النادي الأهلي بإذن الله الزميل العزيزة كريم أحمد مفد قناة الأهلي واللي موجود حاليا في مقر النادي الأهلي بجزيرة لمتابع التدريب الفريق والدخول في معسكر مولق قبل لقاء الغد شكرا جزيلا لنا لك وكل المعلومات والإضاحات الخاصة باستعادة الفريق لمباراة المحلة بعد التعادل مع الزمالك أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونبدأ بقى نشوف السوشيال ميديا كتبت عن الأهلي وقالت إيه خلال الفترة الأخيرة أعلم بحضراتكم من جديد وفقر التريند الأهلي ولهنا نتجول كده في صفحات السوشيال ميديا ونشوف الصفحات والسوشيال ميديا ركزت على إيه في الأهلي خلال الساعات الأخيرة أول حاجة معي حساب يلا كورة وحساب يلا كورة على تويتر مكتوب أن حمدي فتحي يعاني من ألام في الخود ومشاركته في يد الجهاز الفني حمدي فتحي يعاني من ألام في الخود ويحتاج إلى الراحة ولكن إذا احتاجه الجهاز الفني يمكنه المشاركة ده مصدر قال يلا كورة بخصوص مشاركة حمدي فتحي خاصة حمدي شارك في مباراة الأهلي والزمالك وخرج في الشوت التاني وأعتقد الفترة الجاية هيبقى فيه إصابات عديدة شايفنا فيه الصفوف الأهلي حمدي فتحي وعلي معلول ومحمد عبد المنعب وآليو ديانج نتمنى يا رب السلامة للجميع عشان بالتأكيد سلامتهم في المقام الأول ثم بعد ذلك الفريم احتاج كل لاعب فيه الفترة اللي جاية طيب حساب كورة بلاس على تويتر بيقولوا أن سامي أمصان بيجهي السنائي وسط الأهلي لمواجهة غزل المحلة هنا الكلام على السنائي محمود متولي وأحمد نبيل كوكا وأن فيه مصدر داخل الأهلي قال لكورة بلاس أن فيه ثقة كبيرة في أحمد نبيل كوكا وفي إمكانياته واستبعاده من لقاء القمة كان لرغبة الجهاز الفني في تواجد عناصر الخبرة في اللقاء فرص لحق أليو ديانج وحمد فتحي بلقاء المحلة هتبقى صعبة للغاية بسبب إصابة ديانج في الرجبة وحمد فتحي في الحض وبالتالي الكابتن سامي أمصان بيجهز متولي وكوكا للدفع بأحدهما بجوار السلية في مواجهة غزل المحلة قلت الإصابات جاية في توقيت رخم جدا لكن عندنا قدرة إن شاء الله بأي 11 نقدر نعمل نتائج كويسة في الفترة الجاية وده حصل بالتأكيد في مبارات أسترن كامباني وإزاي قدر الأهلي يفوز بعربعة أهداف في ظل غياب أكتر من عشر لاعبين دوليين في الفترة الأخيرة طيب نروح لحساب الوطن الرياضي وحساب الوطن الرياضي بيكلم فيه أزمة كبيرة هتواجه الأهلي قبل مواجهة المحلة حساب الوطن على الفيسبوك قال إن الإصابة بتضرب سبع لاعبين الكلام على محمد عبد المنعم إنه لسه بيقدي تدريبات تأهلية ومشاركش في أي تدريبات منذ شهر أليو دينج بيشكو من إصابة في الرجبة ونسبة لحاق المطش المحلة هيبقى صعب نفس الأمر بانطبق على علي لطفي عنده إصابة في معصم اليد حمد فتح وعلي معلول عندهم إجهاد شديد ولسه يخضعها لفحص طبي أحمد عبدالقادر جالوا حالة إجهاد بعد مباراة القمة وهيجري أشعة عشان يتحدد موقفه أيمن أشرف بيعاني من إصابة وغياب عن مباراة القمة نحن بنتكلم على 1 2 3 4 5 7 لعيبة مهمة جدا في صفوف الآلي خلال الفترة اللي جاية بعد إعلام القيمة النهاردة هنعرف بقى بشكل رسمي مين اللي هيكون موجود في المباراة ومين هيكون خارج المباراة سواء لأسباب فنية أو حتى بسبب الإصابة طيب كورة بلس النهاردة برضو كان بيركز على تصراحات مهمة للكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام حتى الآن وقال الكابتن عصام لقاء الأهل وغزل المحلة غدا في الدوري يديروا حكام مصريين واستقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز ما قالش جديد يعني احنا كلنا عارفين أصلا أن الأهل كان طلب حكام أجانب ومباراة الأهل والزمال الجيه تقم تحكيم أسباني 10 على 10 بصراحة بشهادة كل خبراء التحكيم ومباراة الأهل والبيراميدز غالبا أو بنسبة كبيرة مؤكدة يعني هيكون كمان حكم أو طاقم تحكيم أجنبي سواء في الملعب أو حتى في تقنية الفيديو تقنية الفارب والمناسبة يا مباراة كأس مصر مش مباراة تدوري وهتتلاقي بيوم 26 نا 6 وإن شاء الله كل التوفيل الأهلي في هذه المباراة طيب نروح لليوم السابع واليوم السابع النهاردة في صفحة رسمية لهم على الفيسبوك قالوا أن الأهل يصابق الزمن لضم حارس مرمى بعد أخطاء الشناوي في القمة 124 عنوان بالنسبة لي غريب جدا يعني مش عارف لا تعليق بصراحة على هذا العنوان إن الأهل بيفكر في حارس مرمى وبيصابق الزمن بعد أخطاء الشناوي في القمة مصطفى شوبر الليعب بدون علي لطفي وبدون الشناوي والأهل قدر يكسب مباراتين حتى لو الشناوي ما كانش موفق حتى لو محتاج راحة الفترة الجاية ده مش معناه اللي احنا بنسيب الموسم كله ونقول على آخر السنة خلاص نغير ونجيب حارس مرمى طبعا اليوم السابع على وحدتهم كتبين إن في مفاوضات مع محمد صبحي وإن محمد صبحي حارس الزمالك المعار لفرقه فرقه هيفعل بند الشرى ولما يفعل بند الشرى الأهل هيشتريه ده السيناريو اللي مكتوب النهاردة في اليوم السابع كمان مكتوب إن لو فشلت صفقة محمد صبحي رغم إنهم رسموا خلاص سيناريو انضمان محمد صبحي يعني بس ما بيقولوا سيناريو تاني لو فشل انضمان صبحي فيه سيناريو آخر إن إله اللي بيفكر فيه محمود جات حارس أمبي وأنا بأكد لكم إن الغاية اللحظة دي لا فيه تفكير في ضم حارس مرمى ولا فيه تفكير في تدعيم مركز حارسة المرمى لأنه لسه الكلام ده سابق لأوانه ومش هيتم الحكم عليه ولا تحديد الاحتياجات دي إلا بعد نهاية الموسم خاصة لما ييجي مدير فن أجنبي يبدأ يخطط للمرحلة اللي جاية أخرج الفاصل وبعد الفاصل نكمل مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند أعلم بحضراتكم من جديد والفقرة الأخيرة من برنامج الترند طب نروح لترند المحلي والخبر الأبرز بالتأكيد ده موقف فقرلوس ساكيروش البرتغالي المرشح للعودة من جديد لقيادة منتخبنا الوطني بعد توجيه الشكر لكابتن إيهاب جلال صفحة أو حساب كورا إليفن بيتكلم على كارلوس ساكيروش وده حسابهم على تويتر البرتغالي يوجد صدمة للجبلية بعد أن أصبح الملجأ الوحيد للخروج من النفق المظلم كيروش يرفض العودة لقيادة الفرانة لعدم تكرار أخطاء الماضي طب هل الخبر ده صحيح؟ نروح لحساب في الجول ومصدر من اتحاد الكورا لفي الجول خبر بقى عكسه خالص كيروش لا يزال يدرس العرض المقدم له من الاتحاد المصري لكرة القدم مصدر من اتحاد الكورا كيروش أجل الرد على عرض اتحاد الكورا لتدريب منتخب مصر ولا يزال يدرس العرض المقدم المدرب له بعض المطالب ولم يفصح عن العرض النهائي حتى الآن إذن حتى الآن موقف في قارلوس ساكيروش غير واضح سواء موافق أو غير موافق وده هيتضح خلال الساعات الجاية لما يعلم الكابتن حازم إمام موقف مدير فني منتخب مصر إن هو حاليا المسؤول عن كل هذه الملفات الفنية طيب الترند العالمي وبالتأكيد الترند العالمي لازم يكون الكلام عندنا يا إما على صلاح يا تريزيجي أي لعب مصري محترف في الدوريات الأوروبية النهاردة حساب في الجول ركز على ما نشر على جريدة الصباح التركية حساب في الجول بيقول إن ترابزون سبور يتوصل الاتفاق مبدئي مع أستون فيلا على ضم تريزيجي مقابل 3.5 مليون أورو قبل ما ادخل الحلقة بدقائق قليلة جدا قريد تصريح لوكيل أعمال تريزيجي نافى فيها هذا الكلام وقال الكلام اللي نشر على جريدة الصباح التركية غير مؤكد لنلسة في إطار التفاوض وفي عروض تانية لتريزيجي الفترة اللي جاية لو تسألني أنا عن رأيي شخصي أتمنى تريزيجي يكمل في أستون فيلا أو يكمل في الدور الإنجليزي استمراره في الدور التركي هيقلل كتير جدا من مستوى الفني وبصراحة تريزيجي يستحق الأفضل يستحق أن يلعب في أكبر الأندية الأوروبية زي محمد صلاح طيب حساب ESPN بيتكلم على ساديو مانية وحساب ESPN على تويتر بيتكلمه على ساديو مانية ودي صورة ليه نهاردة كان موجود في مدينة ميونخ الألمانية لإجراء الكشفات الطبية قبل إعلان انضمامه رسميا لصفوف باير ميونخ غدا الأربعاء طيب نروح للمشاركات والسؤال طرحناه في بداية الحلقة التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وغزل المحلة غدا أستاذ أحمد محمد بيقول شبير ياسر ربيعة كريم فؤاد أحمد كوكا بكشمال حمدي السلية أفشة طاهر تاو صلاح محسن أستاذ أحمد تحط كذا مفاجأة في التشكيل أحمد مصطفى بيتكلم على أن شبير كريم فؤاد ياسر ربيعة محمد هاني كوكا السلية متولي بيرسي الشحات شريف بالتوفيق رب للعبين والإدارة على اختيار المدير الفني في أسرع وقت ممكن طيب أستاذ زياد بيقول الشناوي السد العالي محمود وحيد ربيعة ياسر ياسر إبراهيم هو كتف ياسر جلال محمد هاني السلية حمد فتحي أفشة عبدالقادر محمد شريف حسين الشحات أستاذ عبدالغاني بيقول الشناوي وحيد ياسر ربيعة كريم فؤاد متولي محمد محمود طاهر أفشة الشحات محمد شريف آخر تعليق على السؤال أستاذة فاطيمة بتقول بإذن للأهل يكسب اثنين سفر الشحات وعبدالقادر لم تتوقع التشكيل ولكنها توقعت النتيجة الملفت للنظر بالنسبة لي أنا أعرض التوقعات بالنسبة للتشكيل الأراء متبينة نقدر نقول خمسين في الماء خمسين في الماء ما بين مصطفى شبير ومحمد الشناوي وأنا شايفها دي نقطة إيجابية إنك عندك حارس مرمى وعندك بديل في أي وقت لو في أي ظروف يقدر أي حارس يقود شباك أو يقود حراسة مرمى الأهلي خلال الفترة اللي جاية في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي غداً في حلقة جديدة من برنامج التريند شكراً وإلى اللقاء